روسيا لم تكن بعيدة وتدخلت في عملية الانتخابات الرئاسية الامريكية لمساعدة ترامب على الفوز بكرسي الرئاسة بحسب صحيفة الواشنطن فوست الصحيفة استندت الى مسؤولين بارزين اطلعوا على تقييم سري لوكالة الاستخبارات المركزية السي اي اي كشف تدخل موسكو في الانتخابات الامريكية الاخيرة لمساعدة دونالد ترامب على الفوز فيها وبحسب هؤلاء المسؤولين فانه تم التعرف الى افراد في الولايات المتحدة على علاقة بموسكو قاموا بتسريب معلومات عبر اختراق البريد الالكتروني للحزب الديمقراطي ولرئيس حملة المرشح هيلاري كلينتون مقال الواشنطن فوست يأتي بالتزامن مع ما امر به الرئيس باراك اوباما باجراء تقييم كامل لعمليات القرصنة المعلوماتية التي جرت خلال الحملة الانتخابية بعد تساؤلات كثيرة اثيرت عن طبيعة تدخلات موسكو في الاقتراع وكانت ادارة اوباما تبحث هذه الخطوة منذ اشهر الا انها كانت قلقة من تأثير ذلك على توتير العلاقات اكثر مع موسكو علاوة عن تجنبها لاتهامات بدعم حملة كلينتون وعلى الفور رفض فريق الرئيس الامريكي المنتخب نتائج تحقيق السي اي اي مؤكدا ان المحللين الذين توصلوا الى ذلك هم انفسهم الذين كانوا يقولون ان الرئيس العراق الراحل صدام حسين كان يمتلك اسلحة دمار شامل من جانبه قال مسؤول كبير لاعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي ان اجهزة الاستخبارات ترى بعد التقرير الذي اعدته حول الاختراق الروسي ان هدف موسكو كان ترجيح كفة مرشح على اخر ومساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات لاسباب كثيرة جاسم محسن العربية